نرحب بضيف حلقتنا في المداية ينضم إلينا الأستاذ محمد خريف عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي من لندن سيد محمد مساء الخير ونشكرك لانضمام إلينا في هذه الساعة لو أردنا أن نعطي طبعا الاستقالة استقالة حمدوك كانت مساء أمس لكن لو أردنا أن نضعها في إطارها هل كان لابد من هذه الاستقالة برأيك وأن سيد حمدوك لم يجد أي خيارات أو حلول أخرى؟ أهلا بيك يا أهلا بيك الأخ سيد رئيس مجلس الوراة دكتور عبد الله حمدوك كان مخلصا في أن يعطي وقدم في المرحلة الحالية ولكن النتيجة لتجزر الأزمة والمشكلة السودانية ومثلة في المأسلس العسكرية المنتدة من المظام السابق وهو نتيجة لتأثيرات الخارجية وارتباطاتها بأجندة خارج الحدود وقد لم يستطع حمدوك أن يقدم ما يدفع العملية الانتقالية إلى الأمام وقطعا بعد التفاهمات التي وقعها في اتفاقه مع البرهان ما كان يقرأ صحيح الشارع السياسي السوداني المنتفض ولذلك كانت قراءاته خاطئة وقع على وثيغة يقال أنها مزورة ولذلك وجد الرفض من الشارع وبنفس الوقت وجد المعاكبات من الذين وقعوا بعه وهذا جيداً العسكر وتأثيراتنا الأخرى نتيجة لتخوفاتهم على كثير من الجرائم التي اتكبوها طيب نعم طيب لكن أنا أردت الحقيقة أن أعرف ربما إذا كان على الأقل حسب اطلاعكم إذا كان السيد حمدوك سبب مغادرته لهذا المنصب وسبب الاستقالة هو مشكلة في تفاهماته مع الطرف العسكري أم هناك مشكلة ربما مع الأطراف السياسية لأنه كما تعلم كان أمهل أمهل أيضاً الأطراف السياسية حتى نهاية مساء أمس للتوصل إلى التفاهمات وتوافقات لكن ذلك لم يحصل وربما هذا ما اضطر الرجل إلى الاستقالة في النهاية من هي الأطراف التي أجبرت ربما بشكل مباشر أو غير مباشر السيد حمدوك على هذه الاستقالة والله أنا أعتقد التأثير الأكبر هو المسأة العسكري التي لم تنتزم بعدم قتل السودانيين ولم تنتزم بأن تظل العملية السياسية تمشي بطريقة السليمة ولذلك الاحتجاجات الموجودة في الشارع رابطة للممارسات الخاطئة المتنصرة في القتل والتحلل في ممارسة العسكرية وده شيء طبيعي لأن ثورة هكذا هي أهدافها طيب ولذلك ما هو البديل الآن؟ غادر السيد حمدوك ولا يبدو أنه في وارد أن يعود الآن والحال أن الاستقالة كانت مطروحة منذ أسابيع طيب ما هو البديل الآن؟ هو البديل أن يظل الشعب السوداني سائر رافضاً للممارسات الخاطئة ولذلك اللامة جاء لأنه أن يستجيب الشعب السوداني وابناء الشعب السوداني إلى بغبات العسكر التي تقتل وتصفيك الزماء وتبدد منظرات الشعب السوداني ومصادره وثروته عشان رغبات أطراف أخرى في هذه الجيهة تعبس بالسودان وتنتلق قراره ولذلك الشعب السوداني يريد أن ينتلق قراره بنفسه وهو مصير على ذلك ويظل يواطل الحلول يعني كخطوة للحلول الرجوع إلى المساة الرجوع إلى الوسيقى الدستورية التي بمجيبة نستطيع أن نصل أن نتجه نحو نحو اتجاه سليم خلال ذلك لا يمكن في هذا الظرف بهذه الطريقة أن يخضع الشعب السوداني لرغبة العسكر ويطاق راسه لرغباتهم ولذلك سيواصل حتى بيد كل الشعب السوداني سيظل رافع راياته طيب لكن سيد محمد خريف يعني الشارع المنطفض والثائر كان في السودان ولا في غير السودان دوره أن يوصل البلد إلى التغيير لكن هناك دائما من يجب أن يستثمر موجة الثورة أين هي النخبة السياسية التي يمكن أن تتفاهم على رأي موحد حتى تقف في وجه العسكر لا يوجد رأي موحد الآن في الصحة السياسية فحيح الآن في مجموعة مبادرات الآن يعشف عليها السودانيين وغطعا ستتتوج برأي موحد به تطيع أن الناس يسهوا إلى الأمام ولكن هذا يتطلب أن تقف المقافل التي ينصبها البرهان والمجموعة العسكرية التي اصطفت حوى معه في أن لا تقتل الشعب السوداني وذلك في هذا الظرف لم تجد حكيم حتى يوخف حتى التفاهمات إذا لم تجد هذه المجاجر طيب لا ندري وأنت عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي هل اطلعتم على ما يطرحه تجمع المهنيين يقول لديه مشروع حل؟ هي مجموعة المهنيين وثالثة جامعة القرطوم ومجموعة من الجامعات السودانية الأخرى لديه مبادرات حزب الأمة قدم خارط الطريق مجموعة المبادرات الآن تجري التصنيفات لأن يجدوا ما ورد في كل المبادرات وستخرج قطعا ستتجمع وتخرج في مبادرة واحدة تكون هي حصيلة ما يمثل الخالبية في الرأي وبالتالي تبقى هذه هي الوسيقى التي استطيع أن تكون هي المخرج ويساهم فيها عدد من ولكن ولكن سيدي أنتم تتحاورون كسياسيين ما أدراكم أن الطرف العسكري سيقبل بما تطرحونه لاحقا عندما تجمعون على رأي واحد وطبعا هذه في إبداع الحديث قلتها أن المصداقية والصيغة غير موجودة الطرف العسكري لا يتمن على على قرار لأن الوثيغة الدفترية وقع عليها الكعب السوداني كله ويجيبها المؤسسة العسكرية أصبع جزء من المجلس السيادة حبدوغ نجيب هذا الاتفاق أدى رئيس الجزراء وشك الحكوم استمرت ثلاثة سنوات هذا هذا اتفاق في يوم من الأيام لماذا المسلسة العسكرية انجلبت على هذا الاتفاق ولذلك لا 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 ثقة في أن أن توافق المسلسة العسكرية طيب على من نأتي به نحن ولكن نقول نحن نبدأ القوة فيها تقدم مبادرتها أما الطرف الآخر لا ليس لنا طيب إذا لم يوافق الطرف العسكري وهو يمسك بالسلاح ويمسك بأدوات القوة فيعني أن السودان باقا في المربع من المربع الأول دعني أختم معك بما طرحه السيد سيد حمدوك البارحة في خطاب الاستقالة الرجل أشار بوضوح إلى ضرورة الحوار وجلوس الأطراف كافة على طاولة مستديرة هل هناك جرأة من كل الأطراف للجلوس على طاولة واحدة وعلى حد تواصلكم مع كل هذه الأطراف من هو الطرف الذي يعرقل أي حوار ممكن الآن وأي زور مهارة العمل السياسي لابد أن يكون واحدة من نقاط الانتقال حول أن يستمع إلى طرف آخر لأنه وصل الحياة وطبيعة الكون كده يعني شيء نقيضي وبالتالي الحلول لابد من حوار ما يقال أنه ما في حوار والشعارات الهتافات الموجودة في الشارع هذه لن تشكل حلول لابد من حوار وشعب السوداني قطعا لن يقصد باب الحوار مهما تعالى الأصوات الأخرى التي ترفض وبالتالي من يعرقل الحوار والوصول إلى حلول التوافقية هم الذين منتفعون من شكل الأزمة الحالية من هم؟ من هم سيد يريتا وتسميهم؟ أنا أسمي المسلسة العسكرية هي جزء أصيل في هذه العقلة لأن الأجندة التي تعمل بها ليست من قلعاتها أو ليست من مريدة تفكارها هي مؤثرات أخرى ولذلك تصوب لها الاتجاهات حسب الطرف الذي يؤثر عليها الأستاذ محمد مركز خريف عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي كنت معنا من لندن نشكرك جزيلة شكر شكرا